بسم الله الرحمن الرحيم ابناء الطلاب اهلا بكم. حل ان شاء الله في المراجعة اللي موجودة في نهاية كل يونت في كتاب المدرسة. عشان تكونوا مطمئين خالص ان شاء الله. ويبقى راجعنا الملحة الكامل في المراجعة بتاعت النهار. هنبدأ ان شاء الله في يونت وان. يونت وان تيست. اللي هو اول اختبار على يونت وان. ده في الكتاب عندكم. هنبدأ مع بعض اول سؤال. اول سؤال بقولك تشوز. نمبر اي. the device of measuring weight is. طبعا الجهاز يا ولاد اللي بيقيس الweight of body. احنا عارفين انه هو ال spring scale. عارفين ان ال balance scale سواء one arm scale او two arm scales او digital scale. كل دول خاصين بالمازل. لكن اللي بيقيس الweight of body هو ال spring scale. نمبر بي. an object whose weight is 20 نوتن. on earth. it's mass equal. طبعا هنا الweight بتاع البادي ده 20 نوتن يا ولاد. وطالب منك الماز بتاعته. طيب احنا عارفين عارفين ان الماز الweight بتاع البادي equal الماز by 10 اللي هي ال graph acceleration. ده رقم ثابت. طب هو طالب مني ايه يا مستر طالب مني الماز. اه. it's mass equal. يبقى احتيجي في انتحان تقولي يا مستر يبقى الماز equal الweight بتاع البادي ده. لو انا عملت التراعينجل ده كده. احنا عارفين ان الweight equal mass by ten. طب لو طلبت منك الماز. يبقى الweight اللي فوق ده هيبقى يتكامل يا ولاد. طيب هو الweight بتاع البادي كام? بتوينتي. يبقى انت هتشيل ال W دي وتحط مكانها توينتي. divide it ten. هيطلع لك فيها كام? هيطلع فيها two. يبقى الاجابة بتاعتي ساعتها لما اختار في الامتحان اختار two kg. فهمنا? تعتبر يا ولاد يعني problem صغيرة مسألة صغيرة تحلها على جنب كده. وطلع عيناتك بتاع. اه. سؤالي بقى كده ساعتها تتكلم عن اليونت. لكن انا قال لك بتقاس بواسطة يبقى ال balance scale. while weight is measured by. الweight بيتقاس عن طريق ايه يا بقى يا ولاد? ال spring scale. خلي بالنا. عشان في واحد يقول يا مثلا انا ممكن اقول mass is measured by kg or gram. والله هي. هم في الكتاب ما دسها المشكلة ان هو دي سايبي السؤال شوية مفتوح شوية. لكن لو هو حدد unit by space unit كنا اقول طبعا كيلو جرام او جرام. لكن انا الاك is measured by بتقاس بواسطة mean balance scale. وهنا spring scale. number b. mass is the amount of matter that body contain. تمام? احنا ندد في نشام بتاع الماس. طيب it doesn't change according to ما بتتغيرش. احنا عارفيني يا ولاد ان الماس constant from place to another. يعني الماس بتاعتك على الارض زي الماس على المون. طيب يا مستر يعني معنى كده ان هي doesn't change according to ما بتتغيرش على حسب الجرافتي. يعني لو الجرافتي يا مستر كبيرة او قليلة الماس بتاعتي ما بتتغيرش. والمين اللي يتغير? weight of body. تمام كده? لكن الماس اللي هي amount of matter in an object مش تتغير. لو انت معاك مسلا كتعة من الحديد وطلعت بها عمر. انتخدت منها حاجة طلعت منها كمية حديد مسلا لابتهم على الارضة. لا طبعا. هي هي نفس الماس. number c. an object's weight depends on. الweight بتاع البادي يا ولاد بي اعتمد على ايه? احنا اتفعنا ان فيه three factors affect on the weight of body. ايه الحاجات اللي تخلي الweight بتاعك يظهر ان هو high او الweight بتاعك يظهر ان هو low. ايه هما الفاكتورز دول? number one. body mass. يعني على حسب الماس بتاعت مين? البادي. كل ما يكون الماس بتاعت البادي. يا عالية. هاي. يبقى الweight بتاعك هو كمان ما له. هاي ويت. طيب. number two. الماس of planet. لي يا مستر? لاني وين زا ماس في البلادي increase كل ما البيلانت يكون الماس بتاعته كبيرة. كل ما يكون الجرافتي بتاعته برضو كبيرة. فيكون الweight على البيلانت ده اكبر. number three. distance from the center of airs. distance من السنتر بتاع ال airs. يعني على حسب بعدك من السنتر بتاع ال airs. كان في سؤال احد زي ما يلكم بعتهوني. اه كان في واحد ان هو واحد موجود في بالون يعني في منطات كده اولاده متعلق. والweight بتاعه نيوتي. تمام? وجي قال لك لما نزل على الارض. الراجل ده نزل على الارض خلاص وصل على الارض. تمام كده. يبقى الweight بتاعه كان? هل? اه 68 ولا 70 ولا 71? تقول يا مستر وانا اعرفها ازاي? مش احنا اتفقنا ان الweight بتاع ال body بيعتمد على حسب distance from the center of airs. طيب. لما الراجل ده ينزل على الارض يا اولاد. يبقى فين مكانه اقرب لمركز الارض? هتقول يا مستر على الارض? لما كان على الارض كده اصبحت دي distance ما بينه ما بينه ما بين هو اقرب يا مستر من الارض. يبقى الweight بتاعه هيكون ايه? اكبر. هو وزنه كان كان فوق 70. يبقى لازم يكون الرقم اللي انت هتختاره للweight بتاعه على الارض يكون اكبر من 70. يعني مختارش يا مستر 68. لا طبعا. الكلام ده لو قالك تلع فوق زيادة. لكن هو قالك ان الweight بتاعه هيزيد. يبقى اختار مين ساعتها في الاختيارات 71. يبقى عشان. السؤال ده بيجي في المتحانة يا ولد كتير. تدور انت على الارض تحلي بيها. تدور على مسألة قانون تشتغل بيه مش هتلاقي. الكل الفكرة بتعتمل ان انت لما تقرب من السنطر بتاع الارض معناها ان الweight بتاعك عايزيه. تمام? فتختار رقم اكبر من الرقم اللي هو كان ايه موجود فيه. تمام كده? تعالوا نشوف المسألة اللي بعد كده. اه افهل اوبجيكت ماس طبعا ديها حلاف الورق اللي جاية. افهل اوبجيكت نمبر فور. افهل اوبجيكت ماس سيرتي كيلو جرام. ميديك الماس بتاعت الوبجيكت سيرتي كيلو جرام اون اير. كالكوليت. المسألة دي من المسائل برده اللي بتقرب جدا في الانتحان يا ولكن. وبتيجي بنفس الترتيب ده في الانتحان. يعني يطلب منك الماس الاول على على المون. هتحوه الماس بتتغير. ايه و هتنسى دي. الماس دوز انت تشينج فرم بلس تواناظر. بسعه هتكتب ايه برده. ثيرتي كيلو جرام. طب عايز الويت اون ايرت. طول يا مستر عادي. انا عندي فيه رول احفظها زي اسمي لسه حالين بها فوق اهي. ان الويت اكوال ماس باي تن. هشيل الماس وحط مكانها الثيرتي باي تن. ده هو الرقم السابت اللي في القانون. يطلع لي سري هندرد نيوتر. يبقى ده الويت بتاع الراجل ده على الارض. طب يا مستر عايز نمبر سي ودايما بيطلبها. اتس ويت اون مون. الويت بتاع البادي ده على المون. هتروح عامل ايه? احنا عارفين ان الجرافتي على المون وان اوبر سيكس فرم جرافتي ونيع. يبقى هتروح واحد الويت على الارس ده يا ولاد وتعمله او فيه ناس طبعا متعودة ان هي تعملها ملتبلاي وان اوبر سيكس. اللي بنا كده. عشان تشوفوها بس كويس. هتعملوها ملتبلاي وان اوبر ايه سيكس. اكيداك بتعمل دفايديد سيكس. يلا عشان لو في ناس فتطلع بطي. لما تعملها ملتبلاي وان اوبر سيكس. هي هي لو عملتها دفايديد سيكس. هتطلع فيها ايه يا ولاد؟ تمام كده؟ طيب. تعالوا ها نشوف السؤال بتاعي compare compare between mass and weight. uh according to definition. the amount of matter in an object. is the force at which body attracted to earth. كل ما البدي يحصله attraction بقوة جسده اكبر كل ما الويد بتاعيه يكون اكثر. لكن العلمون مثلا هل فيه جرافتي قوية. لا فالويت يبقى لائك. يا فتصور طيب اليونت بتاعتي الماس جرام او كيلو جرام الويت نيوتل طيب الجهاز اللي بيئيس الماس بالانس سكيل الويت سبرينج سكيل طيب الديريكشن هل الماس لها دايريكشن لا يا مستك الماس لا لها علاقة الماس لسانت تشاينج يبقى ملهاش دايركشن هزو دايركشن يسعلي من شويه اللي ما تقرب من السنتر بتاع اليارس كل ما اللي بتاعك يزيد طيب الافيكت او ديفرون تبليس تأسير الماكان الماس داست نوات او داست ده كانت اسئلة يا ولاد unit 1 تعالوا نشوف اسئلة unit 2 دي page 29 في الكتاب نبدأ اول سؤال we measure temperature by using احنا بنقيس temperature عن طريق استخدام ايه يا ولاد طبعا اكيد ما ينفعش ما ينفعش هستخدم حاسة اللامس لكن هستخدم الثرمومتر to measure the temperature. number b is used in measuring temperature of different liquids. هنستخدم من طبعا السيليزيس ثرمومتر ايه واعتنسك. السيليزيس ثرمومتر used to measure the temperature of different liquids. where space is used in measuring temperature of human body. مين بقى المتخصص الثرمومتر المتخصص في human body؟ هقول طبعا اللي هو medical او clinical thermo. فخلي بالكم. لما اقول لك measure temperature was cut. ايبقى انا بتكلم عن الثرمومتر زي بصفة عام. لكن لما حدد لك liquid هتقول السيليزيس. طب لو حددت لك human body يبقى المدك. number c space space and space are good conductors of heat. مين طبعا اللي هما? المواد اللي بتسمح ليهت ان هي تمر من خلالها اللي هما good conductors. في طبعا عندنا الكبر اللي هو طبعا the fastest metal اصرع واحد. في عندنا الاليمونيوم number two. في مين? الاير. طيب مين ومين? our bad conductors وفيه. مين بقى يا ولادي اللي هما? the insulators. the insulators equal bad conductors. اللي هما don't allow heat to blow through. زي مثلا البلاستيك والwood والair. حتى كان الair ده كان ليه سؤال. اللي هما بيعملوا منه حاجة اسمها the insulating glass window. اللي هو بعض الشويكة اللي انا بتالي يا ولادي اللي هي المضيفة شوية الغالية ده. تبص تلاقي ان هو عبارة عن لوحين ازاز. لوحين ازاز برا وجوه كده. كيف بينهم هوا? طب ليه مصر حاطين هوا? لان الair ده يعتبر bad conductor of a of a. طيب ده بالنسبة complete. تعالوا نشوف scientific term. آآ في عندنا number a a device used to major temperature. نسأليني من شوية. اللي هو طبعا الثيرموميت. number b. materials that allow the flow of heat inside. من الماتيريالز اللي بتسمح للهيت ان هي تمر بداخلها او خلالها. طبعا اكيد ال good conductors of heat. آآ في كمان number c. materials that don't allow the flow of heat inside. طبعا عكسها اللي هما هيكونوا ال insulators اللي هما bad conductors. آآ في عندنا number four compare between medical thermometer وسليزيز ترموميتر دي واحدة من ال comparison المهمة جدا في الامتحان. بعد من حيث ال usage بتاعيتم الاستخدامات. medical thermometer. طبعا بنستخدمه in. ايه طبعا اللي هما نعمل عمية measure. او temperature of human body. او body temperature. السليزيز طبعا used in measuring temperature of liquid. طبعا كده. الميديكال كان بيتكون من thick glass tube. وفيه cablary tube. وفيه construction ودي مهمة جدا في الميديكال. وفيه الميركري بال. طب السليزيز خدهم زي ما هما بس يشيل يعني thick glass tube وال cablary tube والميركري بال. بس هنا ما فيش ما فيش في السليزيز. طب ال used liquid طبعا هنا ميركري وهنا ميركري. ال scale. في الميديكال. ال scale بيبدأ من 35 to 42. وما للسليزيز يمستر. from 0 to 100 or 200. تعالوا نعمل compare تاني. ما بين good conductors وال bad conductors. definition. good conductors they are materials that allow heat to flow through. bad conductors they are materials that don't allow heat to flow through. فليبلهم كلمة don't. ال usage بتاعتهم. طبعا الجود conductors. عارفين يا ولادي عشان هما good conductors. فقالنا هنستخدمهم making cooking pains في صناعة الاواني بتاعت الطاق. طب ال bad conductors يا مستر. طيب انت بعد ما تمسك بقى الحلة بيديك كده وتتلسع لان هي good conductors اللي حط لنا بلاستيك كده. او وود على الايدين بتاعتها. لان wood and plastic bad conductors. طيب ان نستخدمها في صناعة ايه? handles. المقابض يعني او الايد يعني بتاعت ال cooking pains اللي هي الاواني الطاق. examples. good conductors. example بتاعنا. cover aluminum and iron. bad wood and plastic and air. طبعا. تعالوا نكمل اسئلتنا. number five put right or wrong. medical thermometer is used in measuring the temperature of different liquid. هل الميديكال بين نستخدمه في temperature بتاعت ال liquid؟ طبعا من wrong. والصح بتاعنا ايه؟ هنشيل الميديكال. في عندنا طريقتين يوانا. كنت حر بطريقتك. اللي هيشيل ميديكال هيكتب مكانها silesius. واللي هيشيل او اللي عايز يسيب ميديكال يروح هناك كاتب ايه؟ هي من بطئ. طبعا كده؟ يعني يقول medical thermometer used in measure human body temperature. السؤال اللي بعد كده؟ the scale of silesius thermometer start from 35 to 42 طبعا wrong. سيب silesius وعايز تخليها من zero to 100 or 200 صح؟ او اللي عايز يشيل سيليزيس ويكتب مكانها ميديكال ويخلي الرقمين دول زي ما هم صاحب رفو عليك. إلا طبعا لو حط لك خط يبه هو بيفرد عليك الكلمة دي. number c. الامونيوم is bad conductor of it. طبعا wrong. وما هنشيل bad ونكتب مكانها good طبعا. واحد تاني يقول لي لا يا مستر انا هخليها مثلا wood اذا bad conductor of it. زي ما انت عايز. wood is a good conductor of it. طبعا wrong. ونكتب bad. واحد تاني يقول لي يا مستر لا انا هنشيل good ويكتب مكانها الامونيوم او كبر. طبعا يا ولدي تبه ليك حرية الاختيار. صور number six. write an explanation for each of the following. عايزك تشرح لي او give reason يعتبر. mercury is used in thermometry. ايه الاسباب يا ولدي اللي احنا خليتنا نستخدم الميركري تحديدا. في الثيرمومتر. في الترمومترات. لان الميركري من صفاته انه هو. expand regularly by heat. يعني بيتمدد بانتظام مع الحرارة. كل ما الحرارة تزيد كل ما الميركري يطلع بمجرد. في قدار معين بانتظام. حاجة كمان مهمة جدا انه هو. don't stick with the wall of the tube. او ده كابلة ريتيوب. يعني الميركري من صفاته انه مش هيلزأ. في قدار الكابلة ريتيوب اللي موجودة جوه الترمومتر. يعني عارفين انت القلم الجاف بتاعك كده. لما ييجي يخلص بتبص لها يعمل حبرة على الانبوبة. الميركري مش كده. يعني ينزل كله ويطلع كله. ما يعملش استيك قبل. مايلزعش. number two. because the handles of cooking utensils are made of wood or plastic. ليه الhandles بتاع تعواني الطاهية مصنوع من wood or plastic. السؤال من الاسلة السهلة. because plastic is a bad conductor of heat. or because plastic and wood are bad conductors of heat. number c. cooking utensils are made of from steel or aluminium. لسه عالين برضه زيه. لأنه هما. aluminium is a good conductor of heat. there is a construction. there is a construction. من الاسلة مهمة جدا. there is a construction. medical thermometer. طبعا وظيفة. to prevent mercury from returning back quickly to its pulp. حتى يمنع الميركري. يمنع الميركري ان هو يرجع بسرعة للبالب بتاعه. فترحى انت تقرأ وتاخد القرية بتاعه. التعرض الاثنين على يونت ثري. اللي هي اليونت بتاعت الجاسس يا أولاده الأكسوجين والكاربون داكسايد والنيتروجين. اول سؤال. the nodular bacteria fix oxygen. ايه مثلا دي بينت من اولها. the nodular bacteria دي وظيفتها. ان هي fix nitrogen. تمام. in the root of ligaments plant. such as bean and clover. يبقى الإجابة بتاعتي wrong. هنشيل اكسوجين وخليها نايتروجين. رابو عليكم. oxygen gas occupies 78% of the atmospheric air. هو يا مصر الاكسوجين. هو لـ 78؟ طبعا لا. عندك طريقتين للتصليح. هتقول طبعا wrong. ممكن تسيب اكسوجين وتخليها 21%. تمام؟ او عايز تشيل الاكسوجين تحط مكانها النيتروجين وتسيب الـ 78. انتفقنا. السؤال اللي بعد كده. justify or give reason. nitrogen is used in store petroleum under some flammable materials. ليه بيستخدموا النيتروجين يا ولاد؟ عشان يخزنوا المواد البترولية والمواد الملتهبة اللي هي المواد اللي بتكون قابلة اللي يشتعى. ما معنى النيتروجين يعني؟ تخيل كده 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 اكسوجين. نحن عارفين الـ كان طبعا يساعد ويزود الاشتعال وممكن تحصل مشاكل. لكن هما استخدموا النيتروجين ليه؟ لأن النيتروجين بيكون inactive. طبعا الكلام انا هتولكه في الـ application Mr.Science إن شاء الله. الكلام بس يعني عشان ما فيش مكان. inactive A metal. because nitrogen is inactive element. sorry. because nitrogen is inactive element. لأن النيتروجين دا جاز. number B the clear lime water is used in detection carbon dioxide. ليه بنستخدم الـ lime water تحديدا يا ولاد في التعرف على الـ carbon dioxide؟ لأن احنا عارفين because carbon dioxide gas make lime water milky or turbid. من صفات الـ carbon dioxide إن هو بيحول الـ lime water للون ملكي عامل زي اللبن كده او turbid. متعقر. عشان كده أحسن أحسن وسيلة نحن نتعرف بها على الـ carbon dioxide gas هو الـ lime E water. كيف نحضر الـ oxygen من الـ hydrogen peroxide؟ كيف نحضر الـ oxygen من الـ hydrogen peroxide؟ طبعا from the decomposition of hydrogen peroxide in the presence of manganese dioxide. بيحصل حاجة اسمها decomposition. يعني decomposition يا ولاد يعني تحلل للـ hydrogen peroxide in the presence of manganese dioxide. السؤال بعد كده برضو. How to get carbon dioxide from wood؟ كيف نجيب الـ carbon dioxide من الـ wood من الخشب؟ طبعا هنعرفين إن من السورس بتاعت الـ carbon dioxide من مصادر الـ carbon dioxide اللي هي burning organic materials like wood, tobacco, gasoline يبقى نحن نعمل ايه؟ نعمل burning أو combustion للـ wood يبقى from the combustion of wood. من دائما الأسلاء اللي تيجي في الامتحان كثير اللي هو يجيب لك رسمة الـ oxygen أو الـ nitrogen أو الـ carbon dioxide ويسألك ويقول لك إيه؟ عايزك تعرف لي أول حاجة طبعا الأول أنت لازم تعرف ده أي preparation أو أي gas preparation أي غاز تحضير أي غاز منهم طبعا احنا عارفين إن الأكسوجين دي رسمة مميزة أولا ديني فيه وطر وأنا بجمع الجاز في وطر لكن لما يجمع في الـ air يبقى مين الجاز ده؟ carbon dioxide يبقى مين السابستانسي A والسابستانسي B السابستانسي A بصها على الرأس مكواة ايه اللي هي السولد اللي تحت داونه؟ اللي هو الكالسيوم طب بين الـ B اللي فوق ده اللي كود اللي بتحط فوق مثلا أنا بنزله على شكل دروبس كده اللي هو الـ hydrochloric A طب mention the uses of carbon dioxide gas ايه هي استخدامات الـ carbon dioxide؟ استخداماته number one making soft drinks making dry ice طبعا تخلي معنا من الحاجات دي ثالث واحدة هكتبها لكم هنا عشان المكان use and fire extinguish طبعا من دي من أهم استخدامات الـ carbon dioxide making soft drink making dry ice and fire extinguisher اللي هي في طفاية الحرب طيب تعالوا نكمل أسئلتنا uh الغلاف الميالين اللي هو بيحيد بأيه يا أولاد؟ أكيد بالـ nerve cell axon تمام برافو عليكم مش السيرابيلة طبعا ولا الـ spinal cord nerve cell A axon number B the reflex axon take place through that reflex axon من من المسؤول عنه؟ هل بمضالة البلونجيتة؟ ولا two hemispheres ولا الـ spinal cord أكيد الـ reflex axon ده هو المسؤول عنه هو spinal cord number C the joint is location of meeting of joint يا أولاد اللي هي location at which a at which bones meet each other المنطقة المنطقة اللي فيها البونز بيتقابل بعضها عند الـ movement اللي هي joint يبقى الجوين ده يعتبر meeting of a two bones number D are fixed muscles with bones مين اللي بتربط المسلز؟ قد المسل ايه؟ مين اللي ربطتها بالبونز؟ هي دي اللي هي بسموها باسم يا أولاد tendons fixed muscles with bones number E skull joints are المفاصل بتاعت الـ skull يا أولاد الجمجمة هل هي immevable or slightly immevable joints أكيد طبعاً يعني ما شفتاش واحد بقدر يحرط ضمجمته ويقصد يفتح المفاصل بتاعتها ويقفل لا طبعاً الجوينت بتاعت الـ skull بتكون immevable joints give scientific term the building unit of nervous system مين الـ building unit اللي بتكون منها nervous system؟ أكيد هي Neuron cell أو اللي هي nerve cell التي تكون طبعاً من cell body والـ axon تمام كده؟ وكننا قلنا structure بتاعها في المراجعة اللي فيتنا number B the organ which consists of internal h shape gray matter مين الـ organ إن المادة الداخلية بتاعته واخده شكل حرف الـ h كده h letter المنظر ده كده تمام؟ ولون هجري أكيد طبعاً ده اللي هو spinal cord number C the the automatic body response towards different stimuli مين الحركة أو الاستجابة الـ automatic التلقائية وانا ده أشهر كلمة تخليك تعرف تحل السؤال ده اللي هي automatic response ده اللي هي طبعاً الـ reflexive action اللي هي استجابة تلقائية واللي مسؤول عنها مين spinal cord number D the skeleton which includes the upper and lower limb مين الـ skeleton اللي بيشمل الـ upper اللي هي الأطراف العلوية والسفلية في جسدنا احنا عندنا الـ axial skeleton اللي هو skull والrib cage والback bone وعندنا اللي هو upper limb and lower limb لما ده هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو بتاعت الأجزاء دي الحاجات دي موجودة فين في جسمك الميدالة طبعاً بتكون موجودة فين أو موجود فين ميدالة joint between brain and spinal cord هو اللي بيوصل الـ brain أو الهيمسفير مع spinal cord فين مكانه برضو central nervous system السيربيلم فين مكانه عارفين السيربيلم اللي هو الجزء الخلف يا أولادي اللي هو في رأسنا من وراء اللي هو at the back area of brain يعني في المنطقة الخلفية للمط blue the two hemisphere تحت the two hemisphere number b الـ h shaped gray matter اللي هي المادة اللي على شكل حرف h يقولونها gray دي موجودة فين in the internal أو تعتبر the internal substance of spinal cord المادة الداخلية للـ spinal cord طب number d where is the location of spinal cord في مكانه extend in a channel يعني موجود في القناة in the back bone في ال back bone بتاعك يعني يمتد في القناة في ال back bone سؤال number four من الأسئلة مهمة اللي لازم بتيجي state the importance or mention the function of each of the following قولي أهمية الحاجات دي tendons لسه إلينا من شوية fix muscles with bones هي اللي بتربط العضلات بتاعتك بالعضل joints وظيفتها allow movement between bones والله إنا إدية لو كده مش عارف أحركها لكن لو إدية كده فعرف أحركها لأن فيها joint بقى مفصل يبقى يتقلّو movement between bones the rib cage من ضمن the importance المهمة جدا no protect the heart and the two lungs بيحمي القلب والرئتين بس لا كمان يا مصر ده في حاجة helps in inhalation and the acceleration process بيساعد في عملية الانهيليشن الشاهيك والزفي cerebellum 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 ده لو حد خط خبط عليه كده نشوف الناس اللي بيجي مثلا واحد يتخبط على رأسه من ورا كده يجمع عليهم من باش قادر يقف ليه؟ لأنه keep the balance of body بيحافظ على توازن الجزء طيب cerebellar hemisphere اللي هما two hemispheres دول يا مصر اللي اعتبر هما أكبر جزء في print control the voluntary movement بتسؤول عن الحركات الإرادية اللي انت بتعملها بتفكيرك وبإرادتك زي running أنا قرار تاجل النهاردة في اسباب writing setting الwalking أنا هامشي أنا هاعض كل voluntary movement دول يا ولاد المسؤولة عنها السريبران يمس فيها إيه كمان contains the centers of thinking and memory طبعا بيتي الكلمة يعني عشان بس المكان طبعا هصور لكم الشيط ده إن شاء الله موجود في application Mr.Sight contains the centers of thinking and memory يعني مسؤول عن مراكز التفكير وإزداك give reason هحعل لولك وراء the rapid withdrawal give reason طبعا ليه سحب اليد بسرعة of the hand on sudden touching thorn plant آآ ليه بتسحب إيدك بسرعة لو إيدك لمست فجأة نبات في شوك اللي خلاك تعمل كده due to the reflex A or the action نتيجة reflex action number B muscles play an important role in the human movement ليه المسلز اللي هدهور في حركتنا بتعمل إيه المسلز يا مستر ما لا ممكن أتحرك بالعظام بتاعتي بس لا طبعا لو جسمك عظم بس the skeletal system بس مش طعف تتحرك لازم فيه muscles تتحركه ليه بقى because muscles generate the mechanical energy and movement to the body هي اللي بتولد الحركة للجسم but because muscles generate the mechanical energy and movement to the body هي المولد بتاع حركة جسمك damage of meadala oblongheta may lead to death لو حصل تلف في الميدالة oblongheta يؤدي إلى الوفاة ليه وظفته إيه الميدالة oblongheta لازم تفتكر وظفته because control the involuntary process هو مسؤول عن العمليات اللا إراضية في جسمنا زي مين يا مستر as heartbeats ضربات القلب ينفع أنت تتحكم في ضربات قلبك لا مين اللي بتحكم فيها وتنظيمها الميدالة oblongheta and the movement of respiratory system وحركة respiratory system وصد لك اللي طالع نازل ده مين اللي مسؤول عنه الميدالة oblongheta يبقى عشان كده لو لو أقدر ألاه حصل تلف في الميدالة oblongheta may lead to death ليه because it control the involuntary movement of processes such as heartbeats and the movement of respiratory system بكده أولاد نكون انتهينا من أسلة اليونتس بتاعتنا كلها اللي في الممج وحل أسلة كتاب المدرسة عليها بالتوفير لكم إن شاء الله وأشوفكم إن شاء الله على خير في فصل الدراسة التاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته